تظاهر ألاف الإسرائيليين ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في تل أبيب وأماكن أخرى مطالبين بإجراء انتخابات فورية والتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين وذكرت توسائل إعلام إسرائيلية أن منوشات وقعت بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في تل أبيب ودعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين حكومة تتنياهو إلى العودة بشكل فوري للمفاوضات وإبرام الصفقة لتبادل المحتجزين مشيرة إلى أن الوقت لم ينفذ أمام إمكانية عودة زويهم أحياء